الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد هل كل دعوة بندعيها مجابة ولا غير مجابة؟ لا كل دعوة بتدعيها يقينا مجابة حتى قال النبي في الحديث الصحيح اضعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يبقى كل دعوة بتدعيها بإذن الله مجابة فخلي باله النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إث ولا قطعة رحم لا فيها إث ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يديك واحدة من الثلاثة دول إما أن تعجل دعوته دعا بالوظيفة يرزق بالوظيفة دعا بالزوجة المستقيمة يرزق بالزوجة المستقيمة دعا بالولد يرزق بالولد دعا أنه يشتري بيت يرزق بشراء البيت يبقى ربنا عجله دعوته في الدنيا طيب ما لقيتش الثانية دي وإما أن يصرف عنه من السوء مثله بتدعي بتدعي ومش لقيت دعا مستداب لا في شر كتير شر كتير ربنا صرف عنك بس انت لا تعلم أنت لا تعلم كم من مصيبة وكم من بلاء في الولد أو في الزوجة أو في البدن أو في العمل صرفت عنك بسبب الدعاء ولكنك لا تعلم بس أنا عم الشيخ أنا كنت عايز الدعوة دي أنا كنت عايز الوظيفة مش عايز يصرف عني السوء مثلها أنا عايز الوظيفة أو عايز البنت دي أو عايز المال دا أو عايز اشتري البيت دا أنت كده بتشترت على الله عز وجل أنت دعوت أنت دعوت أترك النتائج على ربك عز وجل ما تشترتش على ربنا ما ينفحش أنا عايز كذا أنا دعيت أنا دعيت بوظيفة بولد بزوجة أترك النتائج على الله عز وجل ما ينفحش تشترت على ربنا أنت لست إله وأنا لست إله والله عز وجل يعلم الخير شوف ربنا أقول في سورة الله في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم آخر الآية والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلموا يبقى إما أن الدعوة فعلا أن تستقى بإذن الله عز وجل وإما أن ربنا يصرف عنك من السوء مثلها وإما أن تدخر لك يوم القيامة ما لقيتش للأولى ولا التانية الدعوة دخرت لك يوم القيامة لازم يكون عندك يقين أن الله ليس بظلام للعبيد وما من حسنة تعملها إلا وستجزى عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة إما في الدنيا وإما في الآخرة بس أنا عم الشيك كنت عايزها في الدنيا يا حبيبي أقول لك ما ينفحش تشترط على الله ما ينفحش أنا عايز دي في الدنيا أنت لست إله ولا أنا لست بإله ولا أنا لا أعلم الخير والله أنا لا أملك لنفسي لا ضرا ولا درا ولا نفع وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفع ولا غيرنا يملك لنفسي ضرا ولا نفع إنما الذي يملك الضر والنفع هو الله يبقى إما أن ربنا يستجيبها لك في الحال تم القتش يبقى ربنا صرف عنك من السوء مثلها بس أنت بعقلك بقى أنت لسه عقلك صغير مش مستوعب للأحداث ولا مستوعب للغيب ولا مستوعب للهيج بكرة وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها في شر كان يحصل لك في ولد من ولادك في زوجتك في بيتك في صحتك بسبب الدعاء صرف بإذن الله ثم كانت السالسة وإما أن يدخرها الله عز وجل له يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم